هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من 911 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 773 ألف شخص ويؤكد الفريق الوطني الطبي إلى أن الأعداد الكبيرة للحالات القائمة والتي تتصاعد يوما بعد آخر تستوجب من كل شخص التزامه بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها